اشتركوا في القناة 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 عم تقدر تصير لأنه كان فيه تدابير وقائية متل كل الناس يعني كان فيه ناس كمان انصابوا بالكورونا من المرتلين فكان الحاجة للترتيل ما منعت انه يصير فيه أمسي صغيرة ما اخذ كل التدابير نهار جمعة لمرأة بكنيسة مرجرز بالجديدة يلي صارت كمان بخمستعشر مرتل بس ولكن هالشي الوجود سوى والترتيل سوى بيشدد ان كان المرتلين او المؤمنين وبيعطي أمل انه بالرغم من الجائحة وبالرغم من كل شي حياتنا بدي تكفي حياتنا الروحية بدي تكفي تماريننا بدي تكفي مفروض انه ان شاء الله تقطع هالفترة ونرجع لنشاطاتنا الابد نعم مدام نيها اذا شوية بنا نحكي باجاز عن نشاطات الجوة لان احنا بنعرف قبل كورونا بسم الله كانت نشاطاتكم كتير وبتتخطى حدود لبنان اذا بنا نحكي شوي عن نشاطاتكم المستقبلية شو فيك تخبرينا بس هون بفتح هلالين وبقول انه الجوة احيت امسيات مرتلة بكذا بلد بالعالم يعني بانطاكيا مثلا بتركيا باليونان بسوريا بالاردن بقطر بروسيا اذا ما نسيت بعد اشا ببلغاريا فكانت يعني النشاطات حتى مع غير جوات كمان كانت خبرات روحية عظيمة لانه وقتا يعني الترتيل هو عم يحمل صلاة من منطقتنا وقتا انت عم ترتل مع جوة تانية لنقول من اليونان او من بلغاريا كمان عم بيصير فيه تفاعل على المستوى الموسيقي او على المستوى الروحي يعني بقى كان في غنى متبادل ونحن وجوة جبل لبنان كانت كمانها كتير نشيطة باستقطاب المرتلين من اليونان يلي اجوا احيوا امسيات وكانت خبرة كتير عظيمة اخر امسي عملناها كبيرة ضخمة كان فيه سبع مرتلين سولو من السبع بلدين اجوا من يونان كونغو سربيا انشاء الله كون يعني عب اقولهم كلهم فكمان كانت شغلة كتير حلوة هلأ للمستقبل يعني انشاء الله انه توقف هالجائحة وربنا بالجعبي نعم بيطلقنا نعم مدام نينا حددك من الناشطين بالكنيسة وقارئة نصوص لتورجي مرقنا بالاصبوع العظيم وصولا اليوم للجمعة العظيمة اذا ما نحكي شوي عن الاصبوع العظيم اللي بيبلش من الاحد لالاحد الشعانين وصولا اليوم الجمعة اذا ما نحكي شوي عن التراتيل او عن الصلوات بهيدا الاصبوع شو بتخبرينا هيدا الاصبوع العظيم هو متل intensive care unit للروح يعني الواحد اللي بيبقى مخلع كل السنة متل كتير منه وانا اولهم بركي بينطر هالاصبوع العظيم لحتى يعتني بيروحه فنحنا بنبدأ كمان مش بس من الاحد نبدأ من سبت اليعازر يعني سبت اليعازر وقتا يسوع بيقلنا انه انا هو سيد الموت يعني انا اقمت اليعازر خليت شوفه شوفه انا شو ممكن اعمل حتى يلي كمان بعده مشكك يروح الشك عنده منبلش بالختن بصلوات الختن الختن الاولى ثانية ثالثة يلي من رتل فيها ها هو ذا الختن ويأتي فيه مصف الليل الختن يلي هو يسوع يلي هو عريس الكنيسة تحيي ومنرجع من فوت بأسبوع بالاربع الاربعة يلي هي من سمية اربعة ايوب خميس يلي تأسس فيها سر القربان المقدس ويلي من رتل فيها اليوم علقه على خشبة يلي صار فيه الصلب هو عطول المسا طبع النهار هو بيكون الصبح طبعتين النهار يعني مسا الخميس هو صبح الجمعة بترتيب الليتورجي الكنسي فاليوم علقه على خشبة الترتيلة يلي الكل بيعرفوها ويلي هي كتير بتختصر يعني الأسبوع العظيم ويلي هي صحيح على كل الحزن يلي فيها لأنه الرب صلب فيها فرح صحيح لأنه نحن إيماننا بيقول أنه القيامة حصلت على الصليب نعم يعني سيد الموت هو يعني تفوق على الموت أو يعني غلب الموت من على صليبه نعم فهون الترتيلة اللي هي اليوم علقه على خشبة من رتلها نحن بالخميس العظيم وتاني نهار يعني نهار الجمعة بنعمل خدمة الإنزال عن الصليب وبعد الظهر بيصير فيه خدمة الجناز يلي فيها تقاريز الجناز العظيم مثل كامل والأجيالي وغير لا نوصل لسبت النور وقته بيفيد النور وبتروح النسوة يلي هن نساء شجعان وهيك مقدامات حاملات الطيب بيروحوا عم بيفتشوا على السيد بيروحوا صحرا جدا يعني مع أنه إذا بتفكري فيها نحن بأيامنا إذا بتوعي كتير 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 بكير وبتظهري من البيت فيه خوف هن ما خاف وهن رايحين يفتشوا على السيد ولقوا القبر فارغ والملك قال لهم إنه شو عم تعمله هون هو منه هون فوقته بيفيد النور كمان الترتيل إذا ما ننرجع على الترتيل وقته منقول استنيري استنيري يا قراشليم الجديدة لأنه مجد الرب أشرق عليكي هون كمان فيه فرح نعم فيه فرح بالألحان فيه فرح بالكلمة فيه فرح لأنه المسيح قام وصولا لأحد القيامة طبعا وصولا لقيامة وقته من ضلنا نرتل المسيحكم أربعين يوم من بعد القيامة مضبوط مدام نينا جئت على ذكر ترتيلة كامل الأجيال خلينا نحن والمشاهدين نسمع مكتطفات من هذه الترتيل ونكافي معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيها المدائق قادم المراضي تقريبا تهدل قادم مدام نينا سمعنا مكتطفات من ترتيلة كامل الأجيال أريد أن أعرف منك ما هو الترتيل اللي بتحطوها خلال الأسبوع العظيم إذا بتخبرينها كجوءة نعم الجوءة عندها حوالي العشرين سدة بمختلف مناسبات بالسنة التقسية والسنة الليتورجية بالنسبة لترتيل الأسبوع العظيم كنا قلنا أنه منبلش بصلوات الختن في عنا صلة يلي هي ها هو ذا الختن ويأتي فيه نصف الليل هاي دي عنا ياها إنني أشاهد خدرك إن الرب لما كان آتيا حب الفدة هلم أيها المؤمنون وفتك الزانية إن المرأة التي سقطت عندما كانت تلاميذ المجيدون اليوم علق على خشبة كل نسمة طبعا مختصرة لقد نزع عني ثيابي يا يسوع الحياة كامل الأجيال قم يا الله ومن قانون الفصح طبعا المسيح كامل ففي مجموعة مهمة من الترتيل بتمرق بالأسبوع العظيم واللي سام اشتغلت علي وقدمتها بكونسيرات عديدة نعم مدام نينا إذا بنا نحكي نحن وياك شوية عن اللحن والكلمة ألحان للترتيل والكلمات إذا بنحكي شوية كيف اللحن بيخدم الكلمة اللحن طبعا هو شغلته يوصل الكلمة يعني الكلمة هي محملة بالصلاة نحن بأيام الصوم عم نصوم جسدنا كرمال نهيئ روحنا لاستقبال الختن والعريس فاللحن كمان عنده زيت زيت الفونكسون بالكنيسة يعني اللحن هو بده يساعد الناس أنه تصلي هلأ بالكنيسة الأرثودكسية فيه ثمان ألحان الألحان كلها سواء يعني بتختلف فيه ألحان مثلا مثل اللحن السادس هو لحن وقتا بده يتعبر عن شي حزين شي بعبر عن فكرة موت أو فكرة خطية بيكون اللحن السادس بقيت الألحان هي فيه منها للفرح فيه منها للتعليم فيه منها مطولات كلها سواء بده تخدم هالإنسان يلي عم بيصلي إنه يصلي نعم كل الألحان بتخدم الصلاة هلأ بالأسبوع العظيم رجعنا بنرجع للأسبوع العظيم على يعني إذا بدك وقاره وجلاله بيمرق لحن ثالث رحن خامس يلي هني ألحان فرح نعم ولكن بذات الترتيلي ممكن ممكن تلاقي جملة بيقلب اللحن فيها على السادس لنقول لا تعبر عن فكرة حزن أو موت أو شي اللحن هو بخدمة الصلاة دايما نعم مدام نينا إذا بنا نحكي شوي عن القيامة مثل ما كنا عم نحكي قبل الصلب وألام سيد المسيح كانت تحضيرا للقيامة وللخلاص بتعرف من سنة لورا وشعوب العالم كل أو ممكن تحديدا نحن في لبنان عم نعاني كتير من العديد من الألام تتنوع ألام مرضية ألام مجتمعية إذا بنا نخبر المشاهدين أو نعزهم أنه هايدي الألام ممكن إلى خلاص أو إلى نهاية شو فينا نقول يعني سؤال تقيل لأنه يعني في بلدين بالعالم بتجيهم مثلا كريز إيكونوميك يعني بتجيهم دائقة اقتصادية بتجيهم دائقة مالية بتجيهم دائقة بالصحة بتجيهم بالسياسة نحن بلبنان إجونا كله نسوى بذات الوقت نعم كله نسوى بذات الوقت على شعب ما عم يقدر يأب راسه يعني ومش بس أنه فئة معينة لكل بدون استثناء هذا شي صعب وحتى الإنسان يقدر يتحمل هالشي ويقدر يمرق فيه لكانت مرأة هالمحنة لابد أنه يرجع لمصدره لابد أنه يرجع للخالق يعني يلي هو نحن بإيماننا المسيحي هو الرجا هو الأمل هو النور هو المحبة يعني إذا نحن كنا نسينا أو نحن استغنينا عنه وبعدنا عنه لازم نتذكر أنه لازم نرجع له لأنه بالنهاية هيدا هو المصدر الفرح وهيدا هو مصدر الأمل والرجا بآخر إذا بديك بآخر عمل اللي عملناه بالجوءة هو مثل نشيد اسمه الرجاء في زمن الوباء يلي هو سيدنا البطرق كمان نظمه وترجم لعدة لغات وترتل مع ألة موسيقية لأنه هيدا نشيد فالرجاء في زمن الوباء شغلة كتير أساسية وكتير مهمة ونحن إذا بدنا مظبوط نعيش مسيحيتنا يعني نحن رجائنا بالحياة الأبدية إذا مظبوط بدنا نعيشها هلأ كمان في عنا يعني تحمل هون على الأرض لأنه هاي حياة الله عطينا إياها وبدنا نعيشها بأفضل ما يمكن فمعلنا إلا الصلاة بتصور الصلاة من الناحية اللغوية الإتيمولوجية هي صلة يعني ستون كومينيكاسيون مع الآخر ويلي هو مع الله يعني بدنا نرجع شوي نتواصل مع الله لحتى هو يعطينا رجاء ونتكل عليه لحتى تقطع هالمحنين إن شاء الله نتمنى ونتمنى كمان القيامة تكون قيامة مجهيدة حتى على الأوضاع اللي عم نعيشها في لبنان وحتى على العالم المحيط يعني تحس الأزمة أزمة عامة مثل ما حضرتك حكيتها بدون استثناء مش فئة دون غيرها والألام ألام واحدة بس نتمنى مثل ما حضرتك حكيت إنه اللي عم يتقلم يعرف من بعض الألام فيه خلاص من بعض الألام فيه رجاء شاء الله نعم يميننا كبير وراجاءنا أكبر أكيد وضمننا بالعودة للتراتيل حضرتك قلتي لي كنتم عاملين تراتيل خاصة بالوباء قديش ساهمت التراتيل والألحان والكلمات بالأوضاع اللي ما رأنا فيها إذا فينا نقول بإنبعاد استكينة للروح والنفس اللي نحن كتير بحاجة لأه لا إليك هلأ هون السوشال ميديا كتير عم تلعب دور حلو يعني سوشال ميديا فيها تلعب دور كتير بشاء سوشال ميديا فيها تلعب دور كتير حلو صحيح لأنه عم توصل لكل العالم يعني التلفزيون بيوصل لألاف السوشال ميديا بتوصل للمليين وللمليارات حتى أنت بتعرفي أكيد أنت اختصاصك وبتعرفي نعم في كتير ناس عم يسمعوا التراتيل والشانل تبع سام نعم بكل أنحاء العالم يعني هالناس يلي إن أبعت من بلدها إن كان هون إن كان بسوريا إن كان بالعراق إن كان هالناس يلي إن سلخ تسلخ عن أرضها ويلي هي عندها عطش إنه ترجع يعني تصلي باللخة وباللحن يلي بتعرفه عم يسمعوا هالتراتيل عم جاد في رجا وفي عزاء كتير حلو لأنه حتى لو هن موزودين بأستراليا بكندا بأمريكا محال ما هن موزودين وعم بيقدروا يرجعوا يعيشوا هالزمن اللي ترجي بالطريقة اللي هن معودين عليها واللي هن معودين إنه يرتلوا فيها هيدا عم يعطي رجا كتير قوي وفي ناس عم بتتواصل معنا وعم تقلنا هالشي عم تقلنا إنه نحن عم نشكركم عم نقدر نصلي عم نقدر حتى بالسيارات إياه ناس بتبقى نزلي عشغلة بتبقى عم تصلي مش ضروري إنه أنت بس بقلب الكنيسة تصلي لأنه الصلاة هو عمل يعني متواصل نعم فيك تكون من الصبح لعشية عم بتصلي فهل سوشيال ميديا لعبت دور كتير كتير مهم بي نشر هالتراتيل اللي جو سام عم بترتلها أو حتى غير سام هلأ في كتير ناس كمانا مشكورين إنه بلشوا ينشروا هالتراتيل وها الصلاوات على اليوتيوب وعلى غيرها نعم مدام نينا مثل ما قلت يمكن السوشيال ميديا سيفدوا حدين لعبت معكن قصص إيجابية بتعتقد أنه قدرت توصل روحانية هالتراتيل من خلال السوشيال ميديا أو كان مفضل أنه الشخص يكون موجود لايف إنسانياً بالكنيسة كمان هيدا سؤال حلو لأنه يلي بدو يصلي في كزا طريقة يصلي الصلة الفردية كتير مهمة أدخل إلى مخدعك وصلي إلى أبيك الصلة الفردية سوبر مهمة ولكن الصلة الجماعية كمان مهمة لأنها بتشدد لأنه وقتا أنت تكون ضعيفة ومخلعة وجارتك ضعيفة ومخلعة وجارك ضعيفة ومخلعة عم تتجمعوا بالكنيسة قدما يعني الظروف اللي هلأ الصحية بتسمح كمان في فيها عزو وفيها تشدد مثل أيكونة الأربعين شهيد اللي كانوا هني عم يستشهدو كل واحد تيكي راسه على الثاني كأنه عم يتقوى من الثاني فبالاتحاد بالصلة في قوة الصلة الفردية كتير مهمة لأنه أنت بديك تتوصل لديراكت يعني بدي يكون عندك واتساب كول ديراكت مع الله مع يسوع مهمة الصلة أنت وقت تكوني مهيئة بالسيارة لنقول له عم بتسوقي أو حتى عم تمشي عم تعمل سبار كمانا مهمة يعني يعني مثل بالكوميونيكيشن في عندك كزا تشانل أو في كوميونيكيشن ليوصل للمسج وصلها نفس الشيء وصلها زيت الشيء بس نحنا عم نقول هيدا بالواحد اللي بدو يصلي بس طبعا فيه الأسرار قومة الأسرار اللي ترجيه هيدا بدي تكون بالكنيسة ما في الشاك مادام نينا الحاج السرور بدي كلمة أخيرة من حضرتك ومن جوءة رابا لبنان بزمن القيامة المجيدة كلمة أخيرة يعني وقت الشدة وقت الشدة وقت الشدة وقت الشدة وقت الشدة بتقوى لازم إيمانا يقوى كمان مش بالقلب مش وقت الشدة بتقوى لازم إيمانا يضعف لأ أمين نعم يسوع شخصية تاريخية إجا شفنا عاش بيننا كتبنا على الأيكونات كتبنا الإنجيل على الأيكونات هو حاضر من خلال روح الأدوس هو حاضر من خلال الأسرار حاضر بوجوهنا كلنا نحن على صورة الله ومثاله منبعد أيام نستغني عنه مثل الإبن الضال بس بالنهاية مش هو يعني قد ما هو عم يزعل نحن عم نتعذب أكتر وقتا نبعد فما قلنا إلا ربنا بالنهاية مدام نينا الحاج سورج أنا بدأ أشكر وجودك معنا وتتمنى لك فصح مجيد وعلى أمل القيامة تكون قيامة مجيدة على كلنا وعلى كل الأوضاع بالمعالم على قيامة لبنان كمان يعني هذا كتير مهم لألنا هذا وطننا يلي ما السكين فيه ويلي ما نحبه نعم ضم صوتي لصوتك وأنا بدأت شكريك مجددا مرسي مشاهدينا فاصل ومن تابع اشتركوا في القناة